السلام عليكم ذهب رجل إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يا إمام لقد اشتريت دارا أريدك أن تكتب لي عقد شرائها بيدك فنظر له الإمام بعين البصيرة فوجد أن الدنيا قد تربعت على عرش قلبه وتمكنت من أقطار نفسه فأراد أن ينصحه فكتب قائلا بعدما حمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى أما بعد لقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين لها أربعة حدود الحد الأول ينتهي إلى الموت والحد الثاني ينتهي إلى القبر والثالث ينتهي إلى الحساب والرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار فبكى الرجل بكاء مرا شديدا وعلم أن الإمام أراد أن يكشف الحجب الكثيفة عن قلبه وقال له يا إمام أشهد الله أني قد تصدقت بها على أبناء السبيل فأنشد الإمام رضي الله عنه قائلا وعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر تجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله حمدا في مغانيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا السلام عليكم